تشترك عدة فعاليات مدنية وثورية في مدينة معارة النومان في مشروع يهدف لإعادة اللون الأخضر إلى شوارع المدينة وأزقتها وأماكنها العامة وذلك من خلال حملة تشجير أطلق عليها اسم غرسة أمل أول ما باشرنا كان من ضمن خطة عملنا هي أحصاء الخسائر الحراجي في مدينة معارة النومان فتشكل عنا قاعدة بيانات لعدد الأشجار المفقودي في المدينة الهدف من الحملة هو إعادة الجمال للمدينة بعدما دمرت الطائرات الأسد وبعدما اضطر الأهالي لأنه يقطعوا الأشجار لإستعمالها كوسيلة تدفئة بسبب غلاء المعزوط ووسائل التدفئة تهدف الحملة إلى غرس أكثر من 1200 شجرة في عدة مناطق في المدينة منها الشوارع والحدائق وخاصة التي قطعت أشجارها ودمرت نتيجة القصف بالإضافة إلى إعادة تشجير المدارس وإشراك الطلاب في العمل صح الظروف صعبة صح الوضع عصيب لكن الطالب يتعلم دائما ينتج دائما يقدم دائما ما يستنى مثلا أو ما يردخ للظرف الذي يعيش فيه لأن الناس زرعنا السجرة وتصير مدرستنا أحلى أنت شاركتين؟ أي شو منتين؟ زرعنا هذه السجرة اشترك في العمل التطوعي فرق الدفاع المدني والمجلس المحلي في المعرة ومنظمة بنفسج التي سعت إلى تأمين الأشجار وعدد من المدنيين وطلاب المدارس والجدير بالذكر أن المعرة من أكثر المدن التي طالها قصف النظام والآن تعود بعيد أبنائها إلى الحياة من جديد نحو مدينة أجمل تسعى المؤسسات والفعالية المحلية هنا في معرة النعمان إلى تشجير كافة أنحاء المدينة وإعادتها خضراءة كما كانت محمد الفيصل أوريانت نيوز مدينة معرة النعمان علي فائد لب